بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة السابعة والأربعون في سلسلة هذه الحلقات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يرزقني فيها الإخلاص وأن يستفيد منها الإخوة والأخوات وأن ينموا معلوماتهم ويرتقوا بثقافتهم التاريخية وأيضا يستفيدوا من العبر والعظات الواردة فيها لأن التاريخ ليس قصصا تروى من أجل ملء الفراغ ومن أجل قضايا الأوقات فقط وإن كان هذا هدفا من أهداف رواية التاريخ لكن الأهم منه هو الاستفاد من عبره وعظاته وما فيه من قضايا تعيد نفسها اليوم وتطرح نفسها بقوة في الساحة من جديد وما أشبه الليلة بالبارحة كنت تحدث حلقة الماضية عن حرب عالمية الأولى وأثرها في مصر وواصل اليوم وأقول أيضا أبدأ بشيء لطيف يعني مثل نكتة لكنها حقيقية سجرت بعض أساس المصريين طلبوا أن يقابلوا الإنجليز من أجل يتفهموا معهم حول قضية أن مصر تدخلت الحرب فما هو الثمن؟ هل سيكون الاستقلال؟ ما هو الثمن؟ وطلبوا طلبا واضحا من الإنجليز أن يكون الثمن هو الاستقلال طبعا المستشار بريطاني لوزارة الداخلية المصرية وأنا قلت لكم مرارا أن أي مستشار بريطاني في أي وزارة فهو الوزير الحقيقي رفض هذا الاقتراح لأن مصر يقول إذا حصلت على استقلالها ستكون مرغمة على تأييد الإمبراطورية العثمانية ضد بريطانيا وليس العكس لأن الرأي العام المصري يعطف على الخلافة ويعاد بريطانيا وقال هنا اللطيفة قال يا صاحبي نحن نعرفكم كما تعرفون أنفسكم فحين ظهور أول طربوش تركي في القنال تتركوننا وتجرون وراءه هنا ظهور أول طربوش تركي في القنال تتركوننا وتجرون وراءه وإن كان مثل النقطة لكنه صحيح لأن مشاعر المصريين في الحقيقة هي مع الإنجليز هي مع الأتراك وليس مع الإنجليز هنا كان قرار نشر الحماية رسميا على مصر قريبا صدوره ولو عدنا إلى الوراء قليلا ونتذكر أن بريطانيا لما احتلت مصر تجنبت إعلان الحماية وقعت هي مجرد مكوث وقتي في مصر حتى نؤمن مركز الخدية وينؤمن مصالح الدائنين كانت تذكرون في محلقات الماضية ثم نخرج فبقوا على ذلك مدة 72 سنة لكن في الحرب العالمية الأولى قرروا أن يفرضوا الحماية على مصر رسميا وهذا قرار اتخذ لأول مرة ما كانت تخذ قبل ذلك أبدا منذ الاحتلال المصري الاحتلال لمصر يعني حوالي 22 و30 سنة هم لم يتخذوا هذا القرار اتخذوا في بداية الحرب العالمية الأولى كان واضحا أن الإنجليز سيأخذون هذا القرار وسيرغمون الصحف على نشره دون اعتراض أو مناقشة أمين الرافعي صاحب جريدة للحزب الوطني يسمى جريدة الشعب مديرها حجب الشعب عن الصدور حتى لا تنشر هذا القرار الرجل الوطني ما قبل أن ينشر القرار هذا الخطير الذي له أثر كبير على المستقبل مصر بعد ذلك كيف ينشره في جريدة الحزب الوطني بدون اعتراض أيضا وبدون مناقشة فرفض فرجاه السلطان حسين كامل شخصيا يعني عين بعد ذلك خديوي على مصر رجاه عين سلطانا على مصر رجاه أن يعيد النشر الجريدة فرفض الرافعي وقال إذا وافق الحزب الوطني على إعادة الصدور أنا أعيدها وهو واثق أن الحزب الوطني لن يوافق على إعادة الصدور هذا موقف شريف وقوي في الحقيقة وجيد حبت أن أنوه به لأن الجرائد للأسف الشديد في هذه الأيام معظم الجرائد ما تكتب الكلام المناسب الذي هو في مصلحة الوطن على الحقيقة ويسمحون لكتاب بالكتابة اتجاههم غريب وعجيب وينافر الاتجاه العام في كثير من الأوقات يعني أكثر الجرائد في العالم الإسلامي والعربي هي جرائد علمانية وبعيدة عن نبض الشعب نبض الشعب اليوم هو الإسلام شاء من شاء و أبا من أبا المرجعية الإسلامية العليا هي المسيطرة فضل الله تعالى اليوم على الدول العربية و الإسلامية بخلاف ما كان أمر قبل خمسين ستين سبعين سنة خلت للأسف الشديد أكثر الجرائد الكثرة الكاثرة والأغلبية الساحقة من الجرائد في العالم العربي و الإسلامي تخالف نبض الشارع وتخالف هذه المرجعية العليا الإسلامية وتسمح لكتاب لا ينتمون للأمة على الحقيقة في مشاعرها و عواطفها و في مرجعية العليا الإسلامية و في ما ينتمون لها انتماء حقيقيا و يكتبون كلاما غريبا عجيبا و يشاهدوا في الجرائد في كل وقت و في كل حين فكان أمين الرافعي مثلا قويا يضرب لهؤلاء أصحاب الجرائد في كل زمان و مكان و أيضا سلطات البريطانية في هذا الوقت استفادت من الحرب بضرب الحزب الوطني الذي قلت لكم كان يعيش أيامه الأخيرة في الحقيقة بعد مصطفى كامل محمد فريد ما كان هناك شخص قوي فأغلقت ناديه و اعتقلت كثيرا من أنصاره و ضيقت الخناقة عليه تضييقا كبيرا و عطلت جرائده و عملته معاملة صعبة إلى الغاية و نفت العديد من رموزه إلى أوروبا و إلى مالطة و إلى غيرها و يعني ظل بعضهم في المنفى إلى انتهاء الحرب و أعلنت بريطانيا في الثامنة عشر من ديسمبر سنة الف وتسعمية و ثمانية عشرة و هذا تاريخ لابد أن يعلم أعلنت من جانب واحد فرض حمايتها على مصر و بالتالي زوال السيادة الاسمية التركية العثمانية عنها خلاص تهى الأمر ما عاد تركيا أي علاقة بمصر و أن مصر تحت الحماية الإنجليزية و تحت القوانين الإنجليزية المباشرة و في اليوم التالي بناء على هذا القرار أعلن عزل الخديوي عباس حلمي الثاني طبيعي لأن الذي عينه هو السلطان العثماني فإذا انتهت السيادة انتهت تعيين و جاءوا بالأمير حسين كامل الابن الثاني للخديوي إسماعيل الذي أيضا سبحان الله نفاه الإنجليز والفرنسيون من مصر اتفقوا مع السلطان العثماني على عزله المهم فقلت لكم تاريخ يعيد نفسه والأيام تعيد نفسها أعلنوا عزله وتعين حسين الأمير حسين كامل سلطانا على مصر لم يقولوا خديوي لأن خديوي لفظة تركية إنما قالوا سلطانا على مصر وأيضا قالوا سلطان لأن نكاية في الدولة العثمانية لسلطان مقابل سلطان إذن وله رتبة منح له مزية منح الرتب والنياشين ويتحلى بما يتحلى بها أي سلطان فنكاية إذن بالدولة العثمانية وألفت وزارة بقيادة حسين رشدي باشا وألغيت فيها وزارة الخارجية انتبهوا لم تكن هناك وزارة خارجية وأحيلت كل مهام وزارة الخارجية المصرية والاتصال المصريين بالخارج عموما إلى بريطانيا وأن يتولى سفراء وقناص بريطانيا في الخارج تمثيل مصر في الدول التي هم فيها وألغي تماما الاتصال الخارجي للمصريين بالعالم وهكذا وثم حول اسم المعتمد البريطاني في مصر إلى المندوب السامي المندوب السامي البريطاني واختير لهذا المنصب هنري مكمهون هنري مكمهون كان هو أول مندوب سامي في مصر بهذا الاسم يعني وأعلن مجلس الوزراء في أول اجتماع له وكان حاضرا السلطان حسين كامل بعزل قاضي القضاء العثماني من مصر وبهذا تزول آخر مظاهر السيادة العثمانية في مصر مصر دخلت دخلت تحت السيادة العثمانية سنة تسعمائة وأربع وعشرين للهجرة قبل أربعة قرون تقريبا ونيف من هذا التاريخ الذي أتحدث عنه وكان يعين قاضي القضاء كان يعين من تركيا وكان تركيا في الأغلب ويعين في مصر هنا بعد أربعة قرون ونيف انقطعت الصلاء تماما بين تركيا ومصر وطرد قاضي القضاء العثماني من مصر وأصبحت مصر اسميا دولة مستقلة عن تركيا لكنها فعليا واقع تحت الاحتلال البريطاني الذي سمى سمى نفسه بالحامي أو الحماية البريطانية على مصر وطبعا وزاة الخارجية البريطانية أعلنت هذا الكلام وأرسلت إلى السلطان حسين كامل بكل هذه التفصيلات وانتهى أمر تركيا في مصر وأن بريطانيا ستتحمل مسؤولية الدفاع عن مصر وإنه من الضروري أن يتباحث المصريون والإنجليز في شكل الحكومة القائمة بعد الحرب وكيف سيكون سيكون وضع مصر القانوني بعد الحرب ووعدوا بإلغاء امتيازات الأجنبية والنظر في الحريات الشخصية ورقيها ووعدوا طبعا بإنشاء مجلس نيابي بتدرج وجعل هناك سلطة حكم ذاتي بتدرج لكن لم يعدوا باستقلال ولم يعدوا بالخروج من مصر كما هو معلوم وحتى يعملوا والبريطانيون أهل مكر على تفادي إثارة المشاعر الدينية في مصر بسبب إلغاء السيادة العثمانية بعد أربعة قرون وشي وينظر المصريون إلى الدولة العثمانية على أنها حامية حمى الإسلام وأنها هي القائمة بممور الإسلام في العالم الإسلامي فقالوا نحن لا نعادي الخليفة العثمانية أبدا إنما نعادي جمعية الاتحاد والترقي التركية ونعادي جمعة الاتحاديين هذا فقط لكن السلطان العثماني أو الخليفة له كل الاحترام وله كل التقديم ونحن نعادي أبدا كعادة الإنجليز في هذه القضايا ومكرم وخداعم للناس طبعا الصحف العميلة رحبت وهللت بزوال السيادة التركية للأبد هكذا قالوا وأعلن سرورها البالغ بسقوط الخداوي عباس حلمي وصحيفة الوطن اسمعوا زعمت أن مصر تخلصت من نير السيادة التركية ولتتمتع بالحرية والعدالة في ظل الحكم البريطاني الباقي إلى الأبد الباقي إلى الأبد سبحان الله وأبدوا ابتهاجهم ابتهاجهم الكبير بهذا القرار وهكذا هي دائما الحكومة الجرائد العميلة هذا اللي تصنعه في البلد بريطانيا أعلنت في الحرب العالمية الأولى أنها لن تكلف المصريين أي شيء في قضايا الحرب وستول هي الحرب بنفسها وأنها لن تزج بالمصريين وأموال المصريين وإشخاص المصريين في الحرب يعني هذا كلام لطيف لكن كيف صنعت بريطانيا هل صدقت ما وعدت به وهي الكاذبة دوما في مصر هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى يا إخوة بعد الفاصل والأخوات بريطانيا كان قد وعدت المصريين في إعلان الحرب أن لا تكلف المصريين شيئا ولا مال ولا رجال ولا شيء لكن ستتحمل أعباء الحرب بمفردها وكان هذا لتسكين المصريين في البداية لكن ماذا صنعوا يعني هم كذبوا يعرفون أنهم كذبوا ونحن شبعنا من كذبهم في الحقيقة يعني جربناهم مرارا وتكرارا لا يصدق الاحتلال يوما من الدهر وليس فقط هذا يعني صفات الاحتلال البريطاني بل الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي والاحتلال هولندي والاحتلال إيطالي والاحتلال ألماني في إفريقيا ما صدقوا يوما من الدهر سبحان الله وهذه شيمتهم دوما وأبدا أما المصريون رجالا فأخذوا مليونا ومئتي ألف من المصريين انظروا لهذا الرقم مليونا ومئتي ألف شاب من المصريين أخذوا قصرا قصرا وقهرا لمصالح بريطانيا في الحرب ومنهم من ذهب إلى سيناء ليعمل السكة الحديد لمصالح بريطانيا منهم من عبد الطريق للعربات البريطانية وجنود البريطانيين منهم من أرسل إلى الشام للغرض نفسه لأننا نحن نعلم أن الشام دخل في نهايات الحرب مع الدولة الفلسطين 1918 مع بريطانيا و 1920 فرنسا فكان الشبان يرسلون لهذه الخدمة بل أكثر من ذلك كان الشبان يرسلون إلى أوروبا للمشاركة في الحروب الإنجليزية ضد الألمان إلى هذا الحد كان يستهام بأرواح المصريين وهلك منهم عشرات الألوف في هذه الحرب مليون ومئتا ألف رقم ضخم وكبير والعجيب أن بعض الناس رأى يعني في مصر مجموعة بالأغلال تساق من الشباب فسأل الضابط الإنجليزي من هؤلاء قال هؤلاء متطوعة للجيش متطوعة يساقون بالأغلال إلى ميدان القتال لأن الإنجليز كان يتبجحون بالقول أن الشباب المصريين كانوا يتطوعون معنا وكانوا طبعا يأخذون بوسائل دنيئة وبالضرب وبالكرباج وبالشد وبالربط بالسلاسل كالعبيد ويأخذون إلى حيث يشاء البريطانيون وإلى مصالح البريطانيين والأسف شهيد هذا الذي كان يجري آنذاك أما الفلاح المسكين فكانت تأخذ منه المحاصيل بأقل ثمن بأقل ثمن ليس ثمنا مكافئا بل بثمن بخص وكانت تأخذ منه المواشي للأكل وكانت تأخذ منه الدواب للحمل بثمن بخص جدا حتى ساءت حالة الفلاح إلى درجة ليس بعدها درجة وإذا علمنا أن القطن المصري في أيام الحرب كان خفضت قيمته إلى قيمة متدانية جدا بأحوال الحرب لكان تعلم حينئذ حال هذا الفلاح المسكين الذي ما عد عنده أموال واتجه للاستدانة من المرابين أكثر فأكثر وساءت حاله إلى درجة ليس بعدها درجة هذا الفلاح الذي طبعا منذ بداية احتاج الإنجليزي لمصر ما ذاق نعمة ولا رأى خيرا قط وعكس الدعاية البريطانية أننا كرومر بالذات كان يقول أننا رفعنا من شأن الفلاح وعملنا للفلاح وكله كذب في كذب وهؤلاء مساكين كانوا في ظروف صعبة للغاية وكان طبعا الشبان يمرضون في الحرب ويموت منهم الكثير وتعرفون أحوال الحرب ليس هناك أطباء عدد كافي وليس هناك أدواء فكانت شباب يموتون بالآلاف في الحروب وقودا لمصالح بريطانيا ولم تفي طبعا السلطات البريطانية في إفساح المجال من الحريات الشخصية بل ضيقت أكثر على المصريين وزجت بهم في السجون من المعارضين ونفت عددا من المعارضين كعادة الاحتلال في كل زمان ومكان ومن اللطيف والعجيب أن ينفي الإنجليز الشاعر أحمد شوقي يعني أحمد شوقي هذا رجل شاعر لطيف ما لا علاقة بالقضايا العسكرية وقضايا الجهاد والمقاومة رجل شاعر القصر مشهور بهذا اللقب طوال تاريخه فلكن مع ذلك لما ألقى قصيدة رأى الإنجليز أنها قد تهيج الناس وأنها غير مناسبة وصالح بريطانيا قاموا بنفيه وخيروه أي مكان يذهب فاختار أسبانيا وقام هناك وألف القصائد الخالدة الرائعة كما نعلم في تاريخه أو في تاريخه الشعري هنا الدولة العثمانية كان لها تحركات في مصر كان لها تحركات في مصر من جهة القناة أرسلت جيشا بقيادة جمال باشا الذي كان مركزه في بلاد الشام أرسلت جيشا ليناوش الإنجليز في القناة وكان معه الألمان أيضا مع جمال باشا استطاع الإنجليز على مراحل أن يصدوا الأتراك في الهجمة الأولى صدوهم في القناة كانوا وفي الهجمة الثانية أخرجوهم من سيناء كلها هذا بالنسبة للعثمانيين حان أوجز ما كان خارج مصر حان أوجز فيه أيضا العثمانيون حرضوا السنوسيين في ليبيا والسنوسيون على أنهم كانوا يعانون من الاحتلال الإيطالي لكن مع ذلك نصروا إخوانهم في مصر وهذه طبعا تنظام الإسلامي معروف في كل زمان ومكان نصروا إخوانهم في مصر وتقدموا واحتلوا بعض الأجزاء في غرب مصر لكن طبعا في النهاية استطاع الإنجليز أن ينتصروا عليهم سار التحريض من قبل السنوسيين ومن دولة العثمانية للسلطان علي دينار سلطان دارفور دارفور التي فيها مشكلات اليوم في السودان طبعا مشكلات أيضا من جراء العمل الاستخراب العالمي والدوائر الصليبية العالمية لكن ما يهموا الآن قضية هذه لكن نقول أنه هو سلطان دارفور دارفور هذه الموجودة اليوم في السودان كان سلطانا يسمى علي دينار كان رجلا خيرا وطيبا وهو الذي أنشأ أبيار علي في المدينة اليوم نحن نقول أبيار علي بعض العامة يظن أن أبيار علي بن أبي طالب لهي أبيار علي ابن دينار هذا سلطان دارفور هو لما جاء للحج أنشأ وجد أن الناس في عطش في منطقة الميقات في المدينة فحفرناهم الآبار فصارت سمى منطقة أبيار علي يعني أبيار علي ابن دينار سلطان دارفور أعلن في أوائل الحرب العالمية الأولى العسيان على حكومة السودان حكومة السودان كانت حكومة إنجليزية مصرية مشتركة مصريون كانوا بالاسم فقط ويرفع لهم عالم لكن السلطة الفعالية الإنجليز كالعادة والحاكم العام في السودان كان إنجليزيا فأعلن علي ابن دينار تضامن مع دولة عثمانية وليبيا السنوسيين يعني أعلن الحرب على الدولة على السودان وعلى الدولة الإنجليزية فأرسلوا تجريدة للأسف كانت مصرية وهنا ملاحظة بد أن نفهمها أن الجيش الإنجليزي الذي دخل الحرب العالمية الأولى والجيش الفرنسي الذي دخل الحرب العالمية الأولى كان وقوده هذه الجيوش في معظمه ليس إنجليزيا ولا فرنسيا من اسم الإنجليز كان الهنود وبعض المصريين وأشخاص آخرين من مستخرباتهم التي يسمونها مستعمراتهم أما الفرنسيون فكان يعتمدون على الجزائريين اعتمادا كبيرا ويعتمدون على المغاربة أيضا لأن كانت بلادهم محتلة آنذاك ويعتمدون على التونسيين ويعتمدون على العنصر الإفريقي أيضا من السنغال وغيرها هذه كانت وقود الجيوش لذلك كان يلقون بالملايين في أتون القتال ولا يكترثون والسبب لن ليسوا أبنائهم سيئت تحت العلم الفرنسي وتحت العلم إنجليزي لكن ليسوا أبنائهم فيذهبون ويقتلون ولا يكترثون ولا يهتمون هذه قضية إنسانية خطيرة جدا جدا ولا أدري ماذا الدول هذه تقبل الآن بالسكوت على هذه القضايا الخطيرة والجرامية هذه جرائم حرب لا تسقط بالتقادم أبدا يجب أن يقتقدموا ويطالبوا بالتعويضات ضد هذه الجرائم لكن ما أدري مركز قانوني هل لا يسمح أو أن الدول تتخاذل ما أدري في هذه القضية في الأسف هنا السلطان دارفور الذي استطاع أن يقضي عليه وعلى حركته هم المصريون الذين جندتهم بريطانيا وأرسلتهم من السودان طبعا لأن كان جيش مصري في السودان أرسلتهم إلى الفاشر عاصمة دارفور وستطاعوا القضاء على السلطان علي دينار الذي قالوا إنه قتل أو بعض الرواية تقول أنه قتل نفسه لما رأى محاصرا لما رأى نفسه محاصرا بالمصريين والإنجليز الله أعلم أي ذلك كان لكن الحاصل في النهاية أنه قد مات رحمه الله تعالى ورفع درجته فعليين في وسط المعركة وألف دابط المصري يدعى حسن قنديل كان أحد المشاركين في قتال ضد السلطان علي دينار كتابا اسمه فتح دارفور وذكر نبذة في تاريخ السلطنة وسلطانها إلى آخره وذكر تفصيلات في الحقيقة مؤلمة جدا كيف المصريون حاصروا السلطان علي دينار وأخمدوا حركته وبينما كان ممكن لو اشترك السلطانيون مع علي بن دينار مع العثمانيين مع القوى الإسلامية الموجودة في مصر والسودان أن يتغير الوضع لكن العالم آنذاك الإسلامي لم يكن مهيئا لهذا لم يكن مهيئا لهذا والأحوال كانت خلاف هذا الاتجاه بالكامل وطبعا هنا في بريطانيا أنشئت وزارة دعا وزارة الحرب وزارة الحرب ورأسها جورج لويد وكان أحد أعضائها وينستون تشيرشيل وبريطانيا تعهدت طبعا مع حلفائها في إبان الحرب وفي أوجها بتقسيم الدولة العثمانية تفقت مع روسيا هي وفرنسا أن تكون مضائق الدردانيل لروسيا ثم عملوا اتفاق سايكس بيكو هذا اتفاق مخزي جدا روبرت بيكو كان القنصل الفرنسي في الشام وجورج سايكس كان وزير المستخربات البريطانية وليس المستعمرات وعضو مجلس العموم اجتمعا في قبرص واتفقا على تقسيم المنطقة هذه العربية بين انجلترا وفرنسا عقب انتهاء الحرب والكلام في هذا يطول وأعطوا فرنسا الشام يعني سوريا ولبنان وأخذت انجلترا الأردن وفلسطين والعراق وسكت كل منهما يعني الفرنسيين سكتوا للانجليز والانجليز سكتوا عن الفرنسيين عما احتله كل واحد منهما وقسمنا هكذا كأننا قطيع كأننا قطيع للأسف الشديد قسمنا تقسيما من قبل العدائنا في أثناء الحرب ثم أرسلوا للشريف حسين في مكة طبعا وقضية هنري مكمهون واتصالاته بالشريف حسين هنري مكمهون قلت لكم هو المندوب السامي بريطاني في مصر اتصل بالشريف حسين وأغراه بالإعلان الثورة على الدولة العثمانية وفعلا استجاب الشريف حسين بمكر لورنس وصداقته لفيصل بن الحسين وقصة طويلة جدا ليس الآن وقت إيرادها أنا أوجز إيجازا فقط لأن الوضع كله يعني تقريبا له صلة بمصر لكن صلة ضعيفة وريدنا أن نركز على أحوال مصر وما جرى في مصر وفي الحقيقة كان هناك تعاطف كبير داخلي مصري مع الدولة العثمانية لكن ما أنتج شيء أمسا بالإرهاب البريطاني والسيطرة البريطانية والحملات التي كانوا يحملون على بيوت بعض المتعاونين أو الذين يظنون متعاونون مع الدولة العثمانية وحتى أن ثبت أن جنود جنود مصريين شاركوا في الحملة ضد الأتراك رفضوا أن يطلقوا النار على إخوانهم الأتراك تضامنا إسلاميا معهم وهكذا انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة الأتراك وحلفائهم من ألمان وغيرهم وانتصار فرنسا وروسيا وبريطانيا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على ما بعد الحرب ووضع مصر أنذاك إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته